السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناة كورشي تيفي. النهاردة هنعمل جرزة جميلة جدا لعمل بلوزة. وهشرح لكم ازاي هنعمل البلوزة بطريقة بسيفة جدا وسهلة للمبتدئين. الغرزة بتاعتنا من مضاعفات العدد اربعة. الجرزة بتاعتنا بتتكون من مجموعتين. عندي هنا مجموعة عواميد. اه تلت عواميد سلسلة. وعندي المجموعة التانية مجموعة سلاسل. وبنرجع نكرر تاني. عواميد تلت عواميد سلسلة. وبعد كده نكرر السلاسل. الادوات اللي احنا نستخدمها نستخدم خطة كوتون جولد ومعها ابرى رقم اتنين ومصف. طبعا لعمل البلوزة احنا هنعملها بلوزة صيفي. آآ فممكن تشتغلي باي خيط مع ابرى مناسبة. اهم حاجة ان احنا ناخد المقاسات مظبوط. احنا بناخد دوران الجناب لو البلوزة طويلة. ولو البلوزة قصيرة بناخد دوران الصدر. وبنقسم السلاسل على نصين. نص امامي ونص خالفي. انا هاعتبر الورقتين دول هما القطعة الامامية والقطعة الخلفية. فانت بتشتغلي لو انت هتشتغلي البلوزة طويلة فاحنا هناخد دوران الجناب. لو البلوزة قصيرة هنشتغل على دوران الصدر. انت بتجيبي المزورة وبتلفيها على الصدر. ده في حالة انك هتعمليها قصيرة. فالعدد اللي بيطلع. مثلا البلوزة دوران الصدر اتنين واربعين سانتي. فالاتنين واربعين سانتي دول هنقسمهم معنا على قطعتين. واحد وعشرين اه سانتي في الامام واحد وعشرين سانتي في الخلف. طبعا مش هنعمل الا السلاسة على الواحد وعشرين سانتي بالضبط. احنا بنزود من اتنين لاربع سانتي على حسب الوسع اللي انت محتاجه للبلوزة. يعني مثلا انا عندي البلوزة اتنين واربعين سانتي دوران الصدر بالكامل. هنقسمهم معلق اتنين هتساوي القطعة الواحدة هتساوي واحد وعشرين سانتي. الواحد وعشرين سانتي دول بنزود عليهم من اتنين لاربع سانتي. يبقى القطعة الامامية هتساوي خمسة وعشرين سانتي سلاسل. يبقى القطعة الاولى والتانية هتساوي خمسة وعشرين سانتي سلاسل. طبعا قلنا ان هي من مضاعفات العدد اربعة زائد واحد. انا دلوقتي بديك مثال بسيط على شرح البلوزة. بعد ما بتخلصي القطعتين طبعا بالطول اللي انت محتاجه بتسيبي جزء لفتحة الدراع طبعا على حسب طول حردة الابط للشخص اللي انت بتعمليه. بتعمليه الموديل. وبتخيطي من عند الاكتاف. وتسيبي جزء لفتحة الراس. وانا برضو بنسيب جزء لفتحة الدراع. وبنخيط الجوانب. على حسب طول حردة الابط. اه لو سمول هنسيب سبعتاشر سانتي من سبعتاشر طبعا على حسب فتحة الدراع اللي انت محتاجها. ممكن طبعا اكبر من كده. يعني لو انت عايزة فتحة الدراع مرتاحة ممكن تخلي سمول هيبقت ساعتاشر سانتي. ميديم هيبقى عشرين سانتي وهكذا. والقرزة بتاعتنا احنا بنشتغلها من تحت الفوق. زي ما هنوضح في الفيديو مع الخطوات. واللي اول مرة تشوف اعمالي. ما تنسيش تدوس على الزراء الاحمر اللي تحت الفيديو. دوسي على الجرس عشان يوصل لك كل جديد. ونتابع مع بعض باقي الخطوات. اول حاجة هنشتغل الغرزة بتاعتنا. وقلنا ان هي من مضاعفات العدد اربعة. فهنشتغل بالطريقة دي واحد اتنين تلاتة اربعة. واحد اتنين تلاتة اربعة. واحد اتنين تلاتة اربعة. واحد اتنين لكم. انا كده اشتغلت سلاسل من مضاعفات العدد اربعة زائد واحد. زائد واحد ده يعني عمود. هرتفع واحد اتنين تلاتة اربعة. تلات سلاسل بمثابة عمود وسلسلة اللي تحت العمود بالشكلة. انا عندي هنا سلسلة تحت العمود. برضو سلسلة تحت التلات سلاسل. كده انا اشتغلت تلات عواميد. كده الرابع. بكده اربعة عواميد. بعد كده سلسلة. بعد ما اشتغلت السلسلة بس سيب غرزة من تحت واجي هنا اشتغل عمود. الثاني. الثالث. بعد كده سلسلة. واسيب غرزة. وادخل في اللي بعدها اشتغل عمود. الثاني. الثالث. بالشكل. وصلت لنهاية السطر. واشتغلت سلسلة بعد التلات عواميد. وهسيب غرزة. وادخل في اللي بعدها. اشتغل عمود. الثاني. الثالث. الرابع. يبقى في بداية الشغل اربع عواميد. ونهاية الشغل برضو اربع عواميد. بعد كده ارتفع واحد اتنين تلاتة بمسابة عمود ولف الشغل. واشتغل عمود تاني فوق العمود التاني. كده عندي اتنين عمود في بداية السطر. بعد كده سلسلة. واسيب غرزة وادخل في اللي بعدها العمود. وفي السلسلة عمود. وفوق العمود عمود. بعد كده سلسلة. واسيب غرزة وادخل في اللي بعدها العمود. والسلسلة اشتغل العمود. وفوق العمود عمود. وكمل لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر. وعندي هنا تلات عمود. هياخد سلسلة. واسيب غرزة. وادخل في اللي بعدها اشتغل عمود. وفي تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. ااخد عمود. البداية يزن نهاية. بعد كده ارتفع واحد اتنين تلاتة. مسابة عمود. واشتغل هنا فوق العمود. هشتغل عمود. وفي السلسلة عمود. وفوق العمود. هشتغل عمود. بعد كده السلسلة. واسيب غرزة. وادخل في اللي بعدها. اشتغل عمود. وفي السلسلة عمود. وفوق العمود عمود. زي السطر الاول بالزبط. البداية اربع عواميد والنهاية اربع عواميد وعندي هنا في النص سلسلة تلت عواميد سلسلة تلت عواميد زي السطر الى اولى. هكمل وارجع لكم. وصلت لنهاية السطر وزي آآ بداية السطر زي نهايته. زي ما هشايفين كده. بعد كده السطر البعد كده هارتفع السلسلة واخد حشو في نفس المكان. بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة واجه هنا في الفراغ اخد حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة واجه هنا في الفراغ اخد حشو. وكرر لنهاية السطر. وصلنا لنهاية السطر زي ما احنا شايفين كده. هارتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة واجه هنا فوق تالت سلسلة من سلاسل الى ارتفاع وهياخد غرزة حشو. بعد كده هارتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة تلات سلاسل بمسابة عمود وسلسلتين مسافة. واجه هنا اياخد حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة واخد حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وياخد في الفراغ حشو. بالشكل ده. وصلت لنهاية السطر زي ما احنا شايفين كده. بعد كده سلسلتين وعندي هنا بورزة حشو هشتغل عمود. زي ما قلت لكم بداية السطر زي نهايته بالضبط. بعد كده سلسلة وياخد حشو في نفس المكان. وارتفع واحد اتنين تلاتة تلات سلاسل واجه هنا في الفراغ حشو. واحد اتنين تلاتة وفي الفراغ حشو. واحد اتنين تلاتة حشو. لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر واشتغل واحد اتنين تلاتة واجه هنا اسيب جرزة الثانية وفي الثالثة اخذ حشو. بعد كده ارتفع واحد اتنين ثلاثة. كده عمود فوق الحشو. وعندي هنا في الثلاث سلاسل هشتغل ثلاث عواميد. يبقى المجموع في بداية السطر اربع عواميد. بعد كده السلسلة. وعندي هنا في الثلاث سلاسل اشتغل ثلاث عواميد. يبقى اربع عواميد. سلسلة ثلاث عواميد نفس الخطوات اللي في اول سطر. وصلت لنهاية السطر زي ما احنا شايفين كده. وخدت سلسلة بعد الثلاث عواميد. عندي هنا في الثلاث سلاسل هشتغل عمود. الثاني. الثالث. وفوق غرجة الحشو هشتغل رابع عمود. وكرر السطر الثاني والثالث. وبعدين ارجع اعمل الثلاث دوار السلاسل. وكرر لنهاية موصل لطول البلوزة المناسب. وده بيبقى شكل لغرزة بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده. سهلة جدا وبسيطة. وشيك كده. زي ما احنا شايفين كده. وبكده الغرزة بتكون خلصت معنا واتمنى يكون الفيديو عجبكو. واللي اول مرة تشوف اعمالي ما تنسيش تدوسي على الزراء الاحمر اللي تحت الفيديو. دوسي على الجرس عشان يوصل لكل الدين. اشوفكم على خير. مع السلام.